السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم محبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة وبطبيعة الحال مع اخر الاخبار واخر مستجدات في هذا الفيديو قد يتعرفوا معي بزيف دير الامور اللي ما عارفين هاش كاع المغالبة وهي السبب او علاج تقسى المنتخب المغربي بقوا معي الاخوان شوفوا تفاصيل دير هاد الموضوع وهاد التفاصيل ولكن دائما كانت منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك اما التعليق فهي خارطة طريق ديال هاد القناة فرجائي منكم انكم تدعمونا وجزاكم الله خيرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله غدين دخلوا صورة بالموضوع ونبدأوا بالخسارة في النصف النهائي ديال المنتخب المغربي اللي ما كانتش مجرد صدفة حاجة وقعت اللي خلات بزاف ديال التساؤلات خسرنا في 14 شر 12 2022 ونهار 15 12 2022 جات وزيرة الخارجية الفرنسية وقالت في ندوة صحفية ما السيد ناصر بوريطا قالت بالليل ازمة ديالتعشيلات تحلت سدينا هاد الباب النقطة التانية نفس الوزيرة يعني وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا قالت باللي باريس تنظر الى مقترح ديال الحكم الداتي هو الحل الذي يتنسب مع مصالح المغربية كذلك قالت باللي المغرب ممكن انه يعول على فرنسا بخصوص صحراء المغربية الصحف قالت باللي امانويل مكرون في بداية السنة قد يزور المملكة المغربية يعني جلالة المالك محمد السادس حفظه الله اعطى الاوكي ان امانويل مكرون يزور المملكة المغربية وبالتالي فا امانويل مكرون هو رادخ لكل شروط اللي شرطها المغرب بخصوص الوضوح وبخصوص المواقف التابتة هاد الشي كامل خلاء مجموعة ديالناس يطرحوا تساؤلات واش هاد الشي عنده علاقة بالخسارة ديال المنتخب المغربي في النصف النهائي واش هاد الشي مجرد صدفة الخسارة في النصف النهائي اكيد ان الخسارة ديال المنتخب المغربي في النصف النهائي راح ما كانتش صدفة والحضور ديال الرئيس الفرنسي ما كانتش حتى هو مجرد صدفة وجود وزيرة الخارجية كاترينا كولونا في المغرب ماشي صدفة كأس العالم للاندية حتى هو ماشي صدفة انا فكرنا مزيان سنعرفه بالكاين في هذه القضية بطبيعة الحال منطرف المنتخب المغربي حيث هما داروا في جهدهم وطوقع اللي عندهم ولكن هذا اللي في الصورة هو السبب ديال هاد الشي واش هاد الحاكم تلقر شو واش الفيفا هي اللي ضغطت عليه وكيفاش هاده تبع المتش ولكن اللي احنا متأكدين منه هو ان هاد الحاكم ما كان ش منصف وماشي مليحنا يا مغالبة ولكن هاد الشي الخبراء ديال التحكيم هما اللي قالوها هاد الشي مختصين هما اللي قالو هاد الشي بلي المباراة ما كانتش منصفة وكان بزاف ديال امور بزاف ديال امور اللي وقعت وراء الكواليس واهم حاجة فيها هو ان الفيفا والغرب ماشي من مصلحتهم يزيد المغرب ولو خطوع وحدى القدام وهاد الشي ديما كيوقع في كأس العالم واش عرفتوش نهي ان المنتخب المغربي يسجد وسط الملعب واش عرفتوش نهي انك تغزر راية ديال فلسطين وسط الملعب واش عرفتوش نهي انك توحد الامة العربية اللي عمرها متوحدات واش عرفتوش نهي انك تجمع الامة الاسلامية واش عرفتوش نهي ان العالم كامل يدخل جوجل ويقلب على الكلمة ديال مغرب ورا هاد الشي انجازات اعجازية وهاد الشي في كأس العالم ولي كيشوف فيه ملايير ديال الناس بزاف غدي تسائلوا على سير ديك السجدة بزاف ديال تساؤلات غدي تطرحوا عن هوية هاد الناس يعني هاد المنتخب بزاف ديال تساؤلات علش العرب والمسلمين كيسندوه شنو اللي كيجمع بيناتهم واش الاسلام اكيد هو الاسلام قيبه معاي ان المغاربة فرحانين قلتين فرحانين وغادي يخرج الاعلام الالماني وغادي يتهمهم بابشع الكلام غادي يتهمهم بالدواعيش وهاد شي بطبع هذا الحال اللي كيأكد لنا باللي كيحقدوا وكيكرهوا اي واحد يهز الاصبع ديال السبابة هنا فكيكره احتمي سيخرج وكيحتفل بها الطريقة ولكن ما كيش اللي كيتكلم عليه ونزيدكم مرافل المباراة اللي كانت مابينة المغرب والبرتغال من اللي المغرب يربح كانت واحد اللقطة للعالم كامل اللحظة والعالم كامل شافها هو ان رئيس المغرب يربح وملامح ديال وجود تغيرات اجهو عبره للأسف وعلى الحصرة هاد السيد ما كانش كيتوقع ان هاد السيناريو كامل يوقع في المباراة ولكن علش الفيفا ديما زوغي المنتخبات الكبيرة الفيفا كانت كتفضل يدوز المنتخب البرتغالي في المقابلة يعني ما بينه بين المغرب على حسب رونالدو لانه هو الاكتر المؤترين في العالم الصحفة كاملة كيتكلم عليه الاعلام كاملة كيتكلم عليه شامرات كيخرجوا بتصريحات ما قالهاش اصلا علاش غير للتأثير اكتر من ميسي وباش الفيفا تدخل اكتر خاص رونالدو يستمر اكتر فتخيلوا لو كان اللعب الارجنتين مع البرتغال يعني يكون اللعب ميسي مع رونالدو العالم كامل كان غادي تفرج في هاد المباراة الاستورية نرجعوا للمنتخب المغربي نرجعوا للمملكة المغربية اللي دائما كانت تعرض للظلم تعرضت للظلم سنة 2018 وديك الهدرة ديال عدم ادخال السياسة في الرياضة راها مجرد هدرة ومجرد وهم ماشي اول مرة كذلك حتى في 1998 المنتخب المغربي تعرض للظلم بفرنسا كان المغرب غادي يدوز للتوم النهائي لولا تلاعب ديال البرازيل مع النرويج المغرب مع النرويج والمنتخب المغربي تعادل معها كذلك اللعب مع البرازيل اللي هي اقوى فاريق واخسر معها بثلاثة الصفر وفي المباراة مع اسكوتلندا المغرب اربح بثلاثة الصفر باش غادي يدوزو خاص ضروري البرازيل تخسر هنا يا غادي يوقع التلعوب باش المغرب مايربحش ومايطلعش شنو غادي يوقع غادي يوقع تلعوب مابيل البرازيل والمنتخبات الاخرى شنو غادي يدي البرازيل خاصة ضروري تخسر وهي من احسن المنتخبات يعني مايمكنش انها تخسر ولكن خسرات باش طريقة غاير عادية بناء اعلى اتفاق باش يتقصى المغرب وخسرات البرازيل امامه النرويج وهات شعليش كنقولو بلي المغرب تخرض لضلم يعني مش غير هاد السنة دي الكأس العالم 2022 ولكن تخرض للضلم ب2018 تخرض للضلم ب 1998 هما ما بغينش المغرب يدوز او يطلع واحد الخطوة للقدام هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على الزر اعجاب كذلك بالبارتاج والاشتراك وما تنسوش انكم تدعمونا بالتعاليق لان التعاليق هي خريطة الطريق ديال هاد القناة وتعاليقكم تأخذ بعين الاعتبار فتحية المغرب الاحرار اينما كانوا داخل الوطن وخارجه تحية لصاحب الجلالة محمد السادس حافظه الله قائد البلاد وحامي البلاد دمتم في رعاية الله وشكرا الحسن المتابعة وشكرا الحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة